اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بتفرحني جدا اشتركوا في القناة لو كنتوا اول مرة تشوفوني زي ما شفنا في اول الفيديو ازاي هي غيرت من ستايل الدولاب اللي موجودة عندها بفكرة بسيطة قوي علشان تستغلق المساحة حسب الحاجة اللي هي عايزها يعني بدل ما تبقى عندها شماعات او تعلق هدوم هي محتاجة يكون عندها رفوف او ادراج فحبت ان هي تغير من الستايل بتاع الدولاب شفنا هنا كمان برضو عادت تنظيمها للمكان الخاص بقى بكل المواد الغذائية او تسالي او الحاجات المختلفة لتوابل كل حاجة موجودة عندها هي منظمها في مكان واحد وفي بوكسات كده فحبت ان هي تغير من عادة التنظيم بتاعتها تحط منظمات جديدة ترتب المكان تشوف ايه الحاجات والصالحيات اللي انتهت من الحاجات دي وتتخلص منها فبدأت كده زي ما انتوا شفتوا نزلت كل الحاجات دي ورتبت الرفوف كويس جدا ونظفتها كويس وبعدين راجعت ان هي بقى عادت ترس الحاجات من اول وجديد بطريقة حلوة وكمان تسهل عليها اكتر من الاول بدل ما كانت الدنيا كلها كده مفيش اي ترتيب هنا كمان زي ما بقول لكم بقى استعدادها للسنة الجديدة وبدأت ان هي تعمل شجرة الكريسمس وطبعا معها اولادها حبوا ان هما يساعدوها في حاجة زي كده فعملت لهم هنا المكان الخاص بيها وبدأوا يساعدوا بعض ان هما يركبوها واكيد طبعا الحاجة الاهم الزينة والاضاءة اللي عليها وفرحتهم في الاخر لما تكمل طبعا اطفال جدا كمان برضو عملت ديكور كده جنبها اللي هو القطر اللي تحت ده وبدأ كلهم حتى باباهم كمان يساعدهم في الزينة والحاجات بتاعتها عشان تطلع بالشكل النهائي ده لكن طبعا لمستها هي كام بقى في المطبخ وان هي تعمل لهم صفرة حلوة بنفس الالوان واللون الاحمر والحاجات الخاصة بيه الكريسمس بدأت ان هي زي اللون كده صفرة بالشكل ده وكمان هنا الباب بتاع البيت حابت برضو ان هي تعمله شكل حلو كده وديكور مميز علشان لما يبقى عندهم ضيوف يبقى طبعا من اول مدخل البيت عندهم ستايل حلو جدا للسنة الجديدة كمان هنا برضا عندها شوية من الكور اللي فيها ممكن يكون دفوق او حاجة وحا خلاص هترميها بدأت ان هي تستغلها بفكرة حلوة جدا ان هي عملتهم شمعدان شفتوا الفكرة قد ايه بسيطة واستغلت الحاجات اللي ممكن تكون مكسورة عندها وتحولها كده لشكل حلو تعالوا بقى هنا نشوف غرفة كمان ترتبها والالعاب بتاعت اطفالها وان هي كمان حط لهم اللي هو الفوم ده على الارض علشان يبقى مريح كمان للاطفال ويبقى امان اكتر ليهم وبدأت ان هي تنظم لهم الالعاب في بوكسات ومجموعة من الالعاب بتاعت المطبخ كمان وعملت لهم الغرفة بالشكل ده كمان هنا برضو شوفوا بقى الموقع ده اللي انتوا تقدروا من عليه تعملوا المقاسات المختلفة للدراج اللي هي بتاعت التقسيمة للمعالق وادوات الغرف تقدروا ان انتوا تعملوها يا ما كنا بنقول ان هي ممكن تكون موجودة في الدزاين بتاع المطبخ لكن هنا اكتشفنا هو ان فيه سيت تقدروا تدخولوا عليه وتكتبوا المقاس الدرج اللي موجودة عندكم ويقدر يصمم لكم حاجة حسب المكان المتوفر عندكم كمان هي برضو عندها هنا غرفة لغسيل او اللندريروم بتاعتها شوفوا بقى الترتبات المختلفة بتاعتها وازاي منظموها بشكل حل وكل الحاجات اللي بتستخدمها كمسحوق او كده بتحطها في جرات عشان يبقى شكلها كديكور كمان موجودة عندها وكمان بتبقى عندها في نفس الغرفة بيبقى عندها اللي هي طرابزة المكوى وتقدر ان هي تكوي الهدوء بعد ما بتطلعها على طول لانها طبعا زي ما شفنا عندها المجفف فبتطلع الملابس على طول وتبتدي ان هي تكويها وترسها في مكانها في الدولاب كمان هنا برضو اهتمامها بتنظيف غسالة اللي تبقى وان هي فكت كل الاجزاء اللي فيها ياما بنشوف مثلا ان هما ممكن يفكوا بس الفلتر او الرشاشات وينظفوها لكن هي هنا كمان فكت الادراج ويبدأت ان هي تخسلها كلها كويس جدا حتى الاماكن الدايقة فيها عشان لو فيها بواقي اكل او اي حاجة تبتدي ان هي تنظفها وتحافظ طبعا على عمر الجهاز بتاعها وبعد ما بتخلص كل ده طبعا بترجع ان هي تركبه تاني وتبقى كده عملت لها عادة تنظيف شاملة لكل الاماكن اللي فيها طبعا بقى الفيديو هنا انا هسيبكم معروضين تنظفها كمان لغرفة النوم وغرفة الاطفال ويه حاجات بسيطة جدا نقدر كلنا كمان نعملها ونتحمس من النوعية دي من الفيديوهات هسيبكم انتوا تكملوا الفيديو وبتمنى ان انا اكون عند حسن زمنكم بالافكار اللي دايما بننزلها وتكون حاجة بجد بتفيدكم اشوفكم على خير بكرة وان شاء الله في فيديو جديد تنسوش اللايكاتكم والكومنس الحلوة بتاعتكم اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله وسلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة